موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في كل يوم سبت وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج هتظهر على حضراتكم دلوقتي على الشاشة فورا وبدأ حضراتكم أنكم تتواصلوا معنا بالطرق اللي أنتم عايزينها في أي شكل أنتم عايزينه سواء في شكل اقتراحات عايزين تقدمها لنا عن موضوعات معينة عايزين تعرفوا فيها معلومات أو أنكم تبعتوا أسئلة والأسئلة بشكل عام بتكون على يعني بوستات أو يعني فيديوهات بتنزل خاصة بالحلقات أو الأسئلة الخاصة وإحنا بنراعي في اختياراتنا في حلقة الأسئلة أن احنا بنختار من هذه الأسئلة وهذه الأسئلة تمام؟ بدوا حضراتكم كمان إلى أنكم ترجعوا لمحتوى حلقاتنا السابق في أحكى أن أيا كان تاريخ الحلقة أنتم بس تكتبوا الموضوع اللي أنتم عايزينه لأن احنا الحقيقة على مدار يعني عدد كبير جدا جدا من الحلقات نقشنا موضوعات كتيرة جدا جدا فعشان كده أنا عايز أنصح حضراتكم حاجة أنه نفترض أن فيه موضوع معين أنتم عايزين تعرفوا عنه أكتر يعني نصيحة كده تعملوا إيه؟ تدخلوا على حساباتنا الشخصية مثلا على اليوتيوب مثلا القناة الأولى وتكتبوا يحكى أنه مثلا بلنامج يحكى أنه مثلا سلاش كده أو شرطة وتروحوا كاتبين الموضوع عنوانه جزء من الموضوع فاهمين قصدي مثلا مهارة التحكم الإرادة في التباوض والتباوض الكلام العند مشاكل سلوكية الغيرة عند الأطفال فاهمين قصدي هيتلع لكم عدد كبير جدا جدا من الفيديوهات تمام؟ نفس الحكاية ممكن تتعمل على الفيسبوك ده غير أنكم ممكن ترجعوا طبعا للفيديوهات المتنوعة لنا وبرضو أحب أن نوح لحضراتكم وأشكر كل فريق عمل سواء البرنامج أو السوشيال ميديا أنه الحلقات بتاعتنا بتقدم سواء كاملة يعني بتلاقوا فيديوهات رابط الحلقة كاملة بيكتب أن دي الحلقة كاملة أو أن الحلقة بتكون مقسمة إلى عدة فيديوهات ممكن يبقوا 6, 7, 8 أحيانا 9 وهكذا النهاردة الحلقة الثالثة اللي بنستكمل فيها الأسئلة بتاعت حضراتكم واللي بدأناها من أسبوعين سابقين وقلنا أن احنا بنعوض حضراتكم عن حلقات سابقة كانت خاصة بالأسئلة ولكن نظرا لتقدمنا حلقات عن الحمل فما حبناش نقطع التسلسل اللي كنا بنحكي فيه وأجلنا حلقات الأسئلة للوقت الحالي النهاردة هنستكمل مع حضراتكم هذه الأسئلة وبرضه برجع أكرر لحضراتكم أنكم ممكن تبعتولنا ولكن إذا حبيتوا أنكم لا تعرضوا السؤال في البرنامج أنتم بس بتنبهونا يعني بتقولولنا نرجو مثلا أن السؤال لا يعرض في البرنامج فعشان كده ما بناخدوش إنما طالما أنتم بعدتولنا فده بيكون فيه إمكانية أن احنا نعرضه وطبعا بنعرضه علشان يستفيد أكبر عدد ممكن من المشاهدين علشان يتعلموا أو بمعنى أدقة تكون المنفع عامة زي ما بيقولوا هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي أسئلتنا السؤال الأول مساء الخير يا دكتور أنا عندي مشكلة عندي بنتي عندها سنة وعندها ضعف في السمع وأنا مش عارفة أتعامل معاها إزاي ممكن ترد علي ضروري يا دكتور معلش لا ما فيش معلش ولا حاجة هو مبدئيا عايز بس أنبه حضراتكم جميعا بقى لحاجة مهمة أو إنه لابد من التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الشكاوة لا بد من التعامل بمنتهى الجدية مع شكاوة عدم السمع الجيد وده في حال إذا كان الطفل يعني قادر على التعبير عن هذه الشكاوة إنما في أحوال الطفل ما بيبقاش قادر على التعبير عن الشكاوة صغير فإحنا لازم نكون منتبهين تماما تماما لعلامات ضعف السمع عند الأطفال دي حاجة مهمة جدا جدا وفيه فرق ما بين إن الطفل خصوصا الأطفال اللي هم بيكونوا عدوا سنة يعني ما بين سن سنة وسنتين تحديدا أحيانا لما بيننادي عليهم مثلا مثلا بيبقوا سمعيننا بس هم ما بيردوش أو يعني ما يلتفتوش لنا هم ما بيردوش بمعنى أنا أقصد بالرد مش إن هم يقولوا لنا أيوة أو نعم لا أنا أقصد الاستجابة إن هم يشعرون إن هم سمعون وأكتر تست أو أكتر اختبار بنقدر يعني نحدد به الحكاية دي إن الطفل نشوف ردة فعله انتباهه لما يسمع اسمه أو لما يسمع صوت مفاجئ يعني مثلا ساعة بالدق موبايل بيرين تلفزيون اشتغل وهكذا التفات الطفل إلى مصدر الصوت دي بتكون دلالة مهمة جدا على إنه بيسمع أو بيسمع كويس يعني تمام لكن بعد كده كمان لازم ننتبه بقى إلى إنه لو الطفل مثلا أكبر شوية إنه بيعلي الصوت شوية في التلفزيون أو إنك لما تقولي له حاجة يبقى كأنه ما سمعش فأنت بتضطر إنك تكرريها فدي برضو من العلامات بقى اللي تخلينا نشك أحيانا إنه ممكن يكون فيه مشكلة في السمع خلاص دي نقطة مهمة أوي وأنا يعني اسمحولي أو اسمحيلي لصاحبة السؤال إن أنا باخد هذا الموضوع وبتكلم فيه في جوانب أخرى غير سؤال حضرتك ولكنها تحت نفس العنوان يعني علشان الناس بس كلها تستفيد في حالة لو شكينا في إنه ابننا أو بنتنا عنده مشكلة في السمع شكينا تمام؟ بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها مقياس السمع وأنا الحقيقة بشكل شخصي يعني برشح خطوة أهم يعني أو خطوة منطقية أكتر هو إن إحنا لما نشك نتوجه إلى طبيب الطفل طبيب الأطفال لأن الأطباء إحنا يا جماعة بيكون عندنا آليات أخرى للحكم على المهارات عند الأطفال سواء المهارات السمعية أو البصرية أو الحسية وهكذا فاهمين قصدي؟ فبيكون فيه اختبارات خلينا نسميها اختبارات أولية بس اللي بيعملها الأطباء بقى بيقدروا من خلالها أنه هم يأما أنه هم يتأكدوا من سلامة الطفل أو أنه يكون فيه تأكيد على أنه آه لا فيه مشكلة فساعتها بيحصل إيه؟ فيه تخصص في الطب اسمه السمعيات وده التخصص ده هو المسؤول عن إجراء ما يعرف باختبار السمع تمام؟ وعايز أقول لكم أنه من أجمل وأعظم وأرقى الحاجات أنه أصبح اختبار السمع ده بيتعامل دلوقتي خلال الأسبوعين الأولانين من الولادة يعني من خلال من الأسبوعين إلى شهر بيتعامل بشكل إجباري ودي من الحاجات المهمة جداً يعني لما الطفل بيتولد وبيتقدم بقى على شهر الميلاد وبيبقى يعني بيتعامل اختبار السمع ده مع أول تطعيم تمام؟ فدي حاجة في منتهى الأهمية لأنه ده بيسمح بتصنيف أو بمعرفة الناس اللي ممكن يكون عندهم مشكلة وتتعرف من بدري مقياس السمع بيقول لنا إمتى حصلت المشكلة أو يعني المشكلة دي موجودة درجة المشكلة قصدي مش إمتى يعني درجة المشكلة هل هناك فقدان جزئي للسمع ولا فقدان كلي وهكذا طبعاً ضعف السمع أو مشاكل السمع خلينا بقى نقول بشكل عام تعامل الطبي معاها تعامل حديث جداً وأصبح هناك سماعات طبية حديثة جداً جداً وأصبح هناك زرع القوقعة كمان لكن عايز أقول بس كلمة دلوقتي مهمة عن نزلات البرد في ناس ممكن تقول الله احنا بنتكلم في السمع يا دكتور معامل ايه علاقة نزلات البرد بالسمع أنا عايز أقول لكم إن إهمال علاج نزلات البرد له علاقة مباشرة بكثير من مشاكل السمع عند الأطفال بل إنه إهمال علاج نزلات البرد في كثير من الأحيان وبخاصة نزلات البرد المتكررة يعني اللي بتكون المدى الزمني بتاعها قريب ده ممكن يؤدي إلى ما يعرف بفقدان السمع أو فقدان جزئي للسمع دي نقطة مهمة جداً جداً وده لأنه في أثناء حدوث نزلات البرد ممكن يحصل ارتشاح خلف طابلة الأذن اللي هو يعني بطريقة أبسط نقول إيه مية أو سائل خلف طابلة الأذن الله طب هو السائل ده بيجي منين؟ ما هو طفل ما يجاش على ودنه مية؟ لا، السائل ده بيكون ما انشأه من الجسم نفسه أي التهاب يا جماعة بيحصل في جسمنا بيستدعي حدوث يعني في كثير من الأحيان أنه يبقى فيه سائل خلاص؟ فخلوا بالكوا قوي أنه التهابات أو نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات في الأذن تمام؟ نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات في الأذن إهمال علاج نزلات البرد أو إهمال علاج مشاكل الأذن أو الأثار السلبية لنزلات البرد على الأذن قد يؤدي إلى ارتشاح خلف طابلة الأذن إهمال علاجه قد يؤدي إلى فقدان جزئي للسماء عارفين أكتر حاجة تخلي أو تحفز أن المشكلة الكبيرة دي تخليها عرضة أنها تحصل إيه؟ التدخين البيوت اللي فيها تدخين وبيتواجد فيها أطفال التدخين بيضعف جدا قدرة الجسم على التعامل مع النوع ده من الالتهابات فأنا بدعو الحقيقة وبرجو كل الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال أنك على قد ما تقدروا بلاش الأطفال تتواجد في أماكن فيها تدخين لأن دي نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لآخر جزء يعني اللي عايز أقوله بقى لصاحبة السؤال أنا قلتلك أنه أنت بتقولي مش عارفة أتعامل معها التعامل بيأتي تاليا للحل الطبي يعني إذا كان حصل زرع قوقاع إذا كان حصل سماعة طبية وهكذا بناء على ذلك أنت بتاخدي تعليمات من الجهة الطبية اللي رشحت لك العلاج وعملته أنه التعامل مع الطفل الوقاية بتبقى إزاي أو العناية إزاي وهكذا إنما بشكل عام الطفل باستخدام هذه الوسائل بيكون بيسمع كويس فيبقى التعامل معاه عادي جدا هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقة النهاردة من يحكى أنه وبنبه حضراتكم أن دي حلقة الأسئلة وإن شاء الله بعد كده هيكون السبت الأخير من كل شهر هي حلقة الأسئلة كالمعتاد هنكمل أسئلتنا مع حضراتكم السؤال العليد دور دلوقتي إيه اللي يخلي الطفل يتصرف بعنف؟ أنا ابني عنده ثلاث سنين وبحس أنه بيتعامل بعنف معانا ومع كل حاجة حواليه حتى الألعاب بتاعته طيب ده سؤال مهم الحقيقة بين عمر سنتين وأربع سنين بيكون عند الطفل طريق التعبير واحدة حتى مع اختلاف المواقف اختلاف المواقف اللي هي خلينا نقول المواقف الغاضبة يعني هقول لكم إزاي يعني هتلاقوا أن طريق التعبير الطفل مثلا بيعمل تصرف معين لما يجي يرفض شيء تمام؟ هتلاقوا أن الطفل بيعمل نفس طريقة التعبير دي لما يحس أنه زهقان من شيء مش رافضه زهقان يعني منه هتلاقوا أن الطفل يعمل طريقة التعبير برضو اللي هو التعبير الغاضب اللي هو مثلا خلينا نقول أنه إيه يحرك دبدب في الأرض يعيط لما يحس بعدم فهمنا لللي هو بيطلبه مننا هتلاقوا أن طريقة التعبير برضو مشابهة لو مثلا في حالة أن إحنا ما عملناش اللي هو عايزه هتلاقوا أن طريقة التعبير برضو هي هي لما تلاقوا عنده شعور بالإرهاق وفي نفس الوقت عنده رغبة أنه يواصل اللعب مثلا أو يواصل النشاط يعني مثلا هو عايز ينام أو تعب بس هو عايز يلعب فاللي هو مستخسر أنه هو يرتاح وهكذا دي بس نقطة مهمة حبيت أعرفها لحضراتكم أن إحنا ما ناخدش يعني الطريقة بتاعة الطفل دي على أنها عادة أو سلوك أو كده لا هو آليات التعبير بتاعته محدودة فحتى بيتهاء لنا أنه هو بيتصرف بعنف أو بيتصرف بعصبية أو أنه هو خلق داية أو الكلام دا كله في حين أنه هو آليات تعبير عنده واخد أشكال أو واخد مسارات محدودة لها علاقة بتجربته في الحياة يعني أو طرق التعبير اللي هو يعرفها لكن بشكل عام في أطفال بتتصرف بعنف آه في أطفال بتتصرف بعنف لكن لازم نبقى مقتنعين من الحقيقة العلمية اللي بتقول أن العنف سلوك مكتسب وليس سلوك فطري بمعنى أنه مفيش طفل جيناتو أنه طفل عنيف خلوا بالكو أوم النقطة دي مفيش طفل أنا ليه بقول لكم الكلام دا عشان الجملة اللي جاي مفيش طفل أصل هو اللي هو بقى جملة أصل هو عصبي زي بابا أو أصل هو طفل عصبي زي مامتو طالع لمامتو لا مفيش حاجة اسمها كده مفيش في الخريطة أو في الشفرة الوراثية بتاعة الجسم البشري حاجة اسمها جين عصبية مفيش مفيش كده جين عنف مفيش كده برضه العنف بشكل عام وتحديدا عند الأطفال بقى بشكل خاص سلوك مكتسب وليس سلوك فطري مش الفطرة أنه هو يمارس الأشياء بغلة أو بعنف أو كده لا أنه يمارسها عادي يكتشفها ويتعرف عليها وكده وهكذا طيب طالما نواصلوك مكتسب يبقى له أسباب إيه هي أهم الأسباب اللي تخلي الطفل يتصرف بعنف هقول لكم بعض الأسباب يعني لا أسباب كتير أهم أول حاجة أصدقاء الطفل وأصدقاء الطفل هنا في مراحل عمرية اللي هي الصغيرة مش الأصدقاء بمعنى الصداقة المفهومة لكن عايز أقول الأشخاص أو الأطفال يعني أصدق اللي بيكونوا قريبين من الطفل يعني ممكن الطفل بطريقة أبسط يتعلم منهم العنف حتى مع وجود الطفل ده أساسا في أسرة هادية يعني أن الطفل هادي أسرته هادية بس مثلا ودينا حضانة الحضانة دي فيها أطفال بيتعاملوا بعنف أو بيتعاملوا بطريقة مختلفة هو مع مرور الوقت ممكن يكتسب نفس طريقة التعامل تمام؟ طيب إيه تاني من الأسباب اللي تخلي الطفل يتصرف بعنف؟ وجود أب عنيف أو أم عنيفة أو لتنم مع بعض يبقى فيه فرق هنا ما بين أنه هو الجملة اللي لسه إيلينا أصله طالع عصب البابا؟ لا، هو هنا طالع عصب البابا من باب التقليد وليس من باب الجينات الوراثية يعني الطفل لما بيشوف بابا أنتوا أكيد يعني مرتوا بالتجارب دي كأباء وأمهات أظن بيتشوفوا مثلا لما الأب بيبقى قاعد حتى بتيجي أحيانا في الإعلانات وفي المشاهد الفني تلاقي مثلا الأب بيتفرج مثلا على ماتش خلاص؟ ماتش كورة مثلا فتلاقي مثلا الأب بيعمل إزاي؟ يعني مثلا بيعمل كده على الساس مسلا فيه فرصة ضاعة فرصة هدف يعني تلاقوا الطفل لو شفتوا بقى الطفل تلاقوا مش بيتفرج على تفزيون قد ما بيتفرج على بابا وتلاقوا بيقلده هو كمان يبقى بنفس المنطقة أو بنفس القياس أن الطفل بيتصرف بطريقة تشبه تصرف بابا أو تشبه تصرف مامته يبقى لو الأب ده عنيف في تصرفاته أو الأم عنيفة أو الاتنين يبقى منطقي أن الطفل يتصرف بعنف إيه تاني من الأسباب افتقاد الطفل للتوجيه السليم وأنا قصدي هنا بالتوجيه السليم أن إحنا الأطفال بنتعامل معهم أحيانا يعني على أنه عارف لا هو مش عارف أنتوا بس اللي بتاخدوش بالكو هو مش عارف أنه السكينة دي خطر هو مش عارف أن الكهرباء خطر هو مش عارف أنه المج ده أو الكاس ده لو مسكه كده ووقع من إيده هيكسر هو مش عارف تمام فإحنا لما نشوفه مثلا رايح ناحية كهرباء أو جهاز كهربائي فنقوم نعمل إزاي إيه وبعدين رايح فين هو ده بالنسبة له سؤال إجابته أنا رايحه أنا رايح للشيء ده يعني لو أنتوا بقى لو جينا بقى يعني للجد إيه أنت رايح فين فهو الطفل لو قادر ينطق يعني هيبصي لك كده أو يبصي لك كده أمان أنتوا شايفيني رايح للبتاع دي بس هو لسه ما عرفش أن ده اسمها مروحة أو أن ده اسمه تلفزيون أو أن ده اسمه جهاز كهربائي أو أهم مكان يعني حسب أنا بضرب أي مثل يبقى لازم لما نوجه الطفل نفهمه أن ده غلط نفهمه أن ده ما ينفعش نفهمه أنه هو خطر نفهمه أنه هو ما ينفعش يدوس على الزرار ده أنه ما ينفعش يمسك الآلة دي أنه ما ينفعش يعمل حاجة مش هيبقى مسكها كوي وهكذا مش نتعامل معها لأنه الأطفال بتفهم ضمنه فنلاقي أن فيه تربية يعني أنا الحقيقة بلاحظ أن فيه تربية دلوقتي بتبقى التربية والناس قاعدة مسكها الموبايل أنتوا فاهمين قصدي يعني مثلا قاعدين في البيت يعني تلاقي بقى أم أو أب فتلاقي الأم تقول لها تقول لها الأطفال تقول لك ما أنا قاعدة معهم في البيت بس هي قاعدة الحقيقة مسكها الموبايل ابنها بقى أو بنتها سنة ونص سنتين وبتاع وراحين جايين وبتاعه ها لأ وبعدين لأ كده ما ينفعش لأ كده مش وهي مسكها الموبايل أنتوا فاهمين قصدي وأنا هنا بتكلم بقى تحديدا على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها أنا ده اللي قصدي بيه بكلمة افتقاد الطفل للتوجيه السليم فالطفل هنا لما بيحدث شيء قد ينتج عنه أثر سلبي أو أثر سيء نقوم إحنا نتعامل بإيه ليه كده وعملت مش عارف إيه وعملت إيه وإنت غلط وإنت مش عارف إيه وإنت وقعت الحكاة وإنت بوصت مش عارف إيه وإنت كأ هو ده قد يؤدي إلى العنف لأن الطفل بيختزن كل ده وبالنسبة له هو ما يعرفش سابق العهد يعني بأن ده غلط أو أن ده حاجة خطر طيب إيه تاني تخلي الأطفال تصرف بعنف وجود ضغوط داخل الأسرة أجواء متوترة مشاحنات ناس كده عملين يرموا كلام لبعض أخ وأخت متخنقين أم يعني زوج وزوجة مش عارف إيه الحالة الشحن اللي بيبقى موجودة في البيت دي تؤدي إلى التوتر 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 ينعكس على الطفل في صورة يعني أنتو يعني أكيد مرته بحاجة زي كده أو شفته حاجة زي كده أو سمعته عن حاجة زي كده لما تلاقيوا طفل صغير عمره سنة ولا حاجة أو معادي السنة وتلاقي مثلا بابا ومامته شدين مع بعض مش عايزة أقول بيتخنقوا بعد الشر لا شدين بيكلموا أنت مش عارف إيه لا وانت كانت مش عارف المفروض تقول إيه لا مفيش حاجة زي مفروض هما بيكلموا وتلاقي الطفل قاعد عامل كده وبيقلدهم بالصوت بيعمل زيه هذه التبطرات وهذه المشاحنات الطفل بقى كل ما بيجبر شوية بشوية بيبتدي يختزن رأكشنات الوجه أو تعبيرات الوجه فبيبتدي يربط أن التعبيرات دي تدل على الغضب التعبيرات دي تدل على تصرف الغاضب أو تصرف العصبي أو تصرف العنيب وهكذا ده يعزز أو ده يؤدي إلى تعلم الطفل العنف الاحتفاء بالعنف عند الأطفال الاحتفاء يعني أن احنا نفرح بالعنف هتقولولي ألا هو في حد بيعرف بالعنف آه طبعا كتير من المواقف بتحصل الأطفال بتلاحظوا أن الطفل مثلا يعمل تصرف فتلاقوا أن الأسرة سعيدة جدا أب و أم جدود في بعض التصرفات لما الطفل يتصرف بعنف مثلا في موقف معين أو يضرب حاجة معينة أو بتاع واعتقادهم بقى كده برافو عليك أنت كده قوي أنت كده شجاع ربط مفهوم القوة أو الشجاعة بالأثر المادي الذي ينتج عنه خسائر ده يعزز جدا العنف ويعلم الطفل العنف ولازم نوضح فرق التعامل في مواقف معينة ومحددة أن الطفل لازم يتصرف فيها بحدة آه في مواقف لازم الطفل يتصرف فيها بحدة زي مثلا تعرضه للتحرش أو تعرضه للتنمر لازم يتصرف بحدة ما بقولش أهو بعين بس بحدة وبحسم وبين مواقف تانية برافو عليك أنك عملت كده أنت شاطر أن أنت مثلا خوفت حيوان واقف ولا مش عارف إيه ولا عملت إيه ولا أنا ما بخافش من كذا لا الخوف ده حاجة عادية ولازم نعلم الطفل أنه القوة والشجاعة مش أن احنا نمارس فعل على مثلا طرف أضعف أو على شيء أضعف من الحاجات اللي بتعزز العنف قوي برضو أو بتعلم الأطفال العنف طاقات الغضب المكبوتة عند الأطفال وطاقات الغضب المكبوتة دي أهم سبب لها أن احنا على طول بنقول لهم لأ أو أن احنا بنحبطهم إحباطات متكررة تؤدي إلى شعورهم بالغيز أشهر مثل أن احنا نوعدهم بحاجاته ما نعملهاش احنا بناخد الكلام ده اللي هو إيه خليك شاطر وهجيب لك حاجة حالة خليك شاطر وإحنا هنخرج على فكرة هنتفسح بس لو فضلت ساكت شوي هنتفسح وهنعمل حاجات أنت أو أنت أنت كأم أو أنت كأب بيكون الغرض من كلامكم أنكم تمرروا موقف أنكم عايزين تتخلصوا من ضغط الطفل عليكم أنه مثلا عامل دوشة أو بيزن في حاجة أو بتاع فتقوموا تقولوا أي حاجة عشان مثلا تنجزوا أنتوا شيء معين بتعملوا دلوقتي أنت عايزة تخلصي حاجة بتعمليها أنت عايزة تخلص حاجة بتعملها أو كده ولا تنتبهوا إلى أن الطفل اختزن في ذاكرته بجد الاتفاق اللي أنتو قلتوه الكلمة اللي أنتو قلتوها دي هو اتفق على كده خلاص فلما بيلقوكوا ما عملتهاش بيتغاز مرة اثنين ثلاثة عشرة عشرين فده بيخلي فيه طاقات غضب مكبوت من أشهر الحاجات برضو اللي بتعزز سلوك العنف عند الأطفال المحتوى المرئي اللي بيشوفه الطفل سواء بقى كان في التلفزيون أفلام أو كرتون أو ما شابه أو الألعاب الإلكترونية اللي بتعتمد معظمها على ممارسة العنف وربط ده بالشجاعة أو النجاح تكرار مشاهدة الطفل لمشاهد العنف بيخلي الطفل يفقد حساسيته تجاه العنف ده ويتعامل معاه بعد كده على إنه شيء طبيعي برضو من أهم أسباب العنف عند الأطفال وجود مشاعر غيرة سواء بقى الغيرة دي كانت بين إخوات أو في المدارس يعني أحيانا المدارسين هم اللي يعززوا أو هم اللي يغرزوا مشاعر الغيرة دي إنه ما يميزوا حد عن حد خلاص يعني بيشكروا قوي في طفلة أو أكتر فتلاقي بقيت الأطفال تتغاز منه أو تغير منه فده بيسبب أنت كمدرس أو أنت كمدرسة لازم تراعي قوي إنه فيه فرق ما بين إنك تشجع متفوق تشجع طالب أو طالبة عملوا حاجة أحسن وما بين إنكو يعني خلتوه شخص مكروه وسط زملائه الحكاة دي بتحصل أحيانا في النوادي أحيانا في الفرق الرياضية اللي فيها أطفال صغارين بيمرسوا الرياضة دي بتكون من أكبر المحفزات على ظهور السلوكيات العنيفة عند الأطفال هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم حلقتنا يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا واللي خصصناها النهاردة والحلقتين اللي فاتوا لأسئلة حضراتكم نظراً أن إحنا قعدنا فترة ما بنقدمش حلقات أسئلة لأننا كنا بنقدم الملف الكامل الخاص بكل ما يجب معرفته عن الحمل الحلقات الخاصة بالأسئلة والحلقات الخاصة بالحمل وأي حلقات إحنا قدمناها ممكن ترجعوا لها في أي وقت على وسائل التواصل على حسابات القناة الأولى يحكى أنه سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب هنستكمل مع حضراتكم الأسئلة بتاعتنا النهاردة والسؤال اللي على الدور السلام عليكم لو سمحت يا دكتور بنتي عندها سنة وطلعت أسنان خمسة فوق وأربعة تحت وبتمشي اللهم بارك اللهم بارك بس بحس وهي بتمشي عندها تقوص مش عارفة هل ده مشكلة ولا ده طبيعي طيب قبل ما نجاوب على السؤال عايزة يعني أقول لكل الناس وأقول للأم طبعا صاحبة السؤال أن مستوى التسنين عند بنت حضرتك مستوى مرضي جداً وهائل لأن في ناس كتير قوي بتبقى مش عارفة أو بتبقى مشوشة في المعلومات هو المفروض الطفل يعني عند سنة كده يكون سنن قديه الحقيقة أن معدل التسنين يعني اللي مذكور في الكتب أن التسنين بيبدأ بعد نهاية الشهر السادس بيبدأ تمام كده ولكن في أطفال بتسنن بدءاً من الشهر الخامس وأحياناً كمان أطفال تسنن بدري عن الشهر ده وتسنن في الشهر الرابع ولكن الأغلب والأعام أن في أطفال كتيرة بيتأخروا عن الشهر السادس يعني ممكن يبتدوا التسنين في السابع أو الثامن أو التاسع تمام ولكن جرت العادة أو الملاحظة الطبية يعني أن كل ما الأطفال بتتأخر في التسنين كل ما الفترات ما بين ظهور الأسنان بتكون أقصر بمعنى أنه لو بدأ التسنين في الشهر السادس مثلاً هتلاقوا أنه يظهر أول سنة تيجي السنة التانية مثلاً ممكن تظهر بعد شهر أو شهر وشوي لكن لو ظهر التسنين أو بدأ التسنين مثلاً في الشهر التامن أنا بقول مثلاً هتلاقوا أنه ممكن في نهاية التامن يظهر سنة تانية وبعد أسبوعين من التاسع يظهر سنة وهكذا تمام طيب نيجي بقى للسؤال السؤال هو عن التسنين ولكن الأم بتسأل عن التقوص طب يا ترى السؤال ليه صغته عاملة كده هقول لكم لأن الأم شطرة زي حضراتكم كده كلكم منتو شطار وأكيد هي لحظت وأكيد برضو سمعت من خبرات اللي حواليها وخبرات والدتها وهكذا أن التسنين مرتبط بالمشي أو مرتبط بتطوير النشاط الحركي للطفل بمعنى أن الطفل بيكون عنده مخزون ما من الكالسيوم في جسم هذا المخزون الكالسيوم ده بيروح المفروض أنه في اتجاه التسنين وفي اتجاه التطوير الحركي أو تطوير النشاط الحركي طيب لما الطفل يسنن كتير أو يسنن معدل التسنين بتاعه يكون سريع عادة ده بييجي على حساب تأخر شوية النشاط الحركي يعني نلاقي الطفل خطواته أو يعني محطات تطوره الحركي عشان الخطوات دي الناس تفتكر أنه هيمشي لا أنا أقصد محطات التطور الحركي ممكن تبقى أبطأ شوي إحنا اتفقنا يا جماعة لما بنجاوب على سؤال بناخد السؤال كرأس موضوع عشان كل حضراتكم تستفيدوا من الإجابة مش بس صاحبة السؤال طيب نكمل بقى يبقى عادة التسنين اللي ماشي كويس زي كده البنت اللي عندنا في السؤال ممكن أنا بقول ممكن نلاقي التطوير النشاط الحركي اللي هو بقى في هيئة الوقوف وبعدين المشي أنه هيتسند وهو ماشي وبعدين أنه يمشي فعلا الخطوات الأولى ممكن ده يبقى متأخر شوي أنا بقول ممكن مش لازم أنه يحصل طيب نيجي بقى لجوهر السؤال وهو عن التقوص هو التقوص ده يعني هي بتقول أنا ملحظاه وأنا الحقيقة بحي صاحبة السؤال لأنه إحنا دايما لو خدتوا بالك أنا دايما أقول لكم خلوكوا ولما يعني لما تبعتوا لنا أسئلة تخلوا السؤال واضح وفيه معلومات واضحة مش مقصود أنه يكون طويل بس المقصود أنه يكون واضح والحقيقة السؤال هنا واضح يعني فيه معلومات تكفي أن إحنا نجاوب على حضرتك وعلى حضرتكم عادة يا جماعة مع بداية وقوف الطفل مع بداية الوقوف بيحصل حاجة تعرف بالتقوص الطبيعي الله هو فيه تقوص طبيعي آه فيه تقوص طبيعي وهشرح لحضرتكم يعني إيه تقوص طبيعي دلوقتي يلا بينا نفتكر كلنا بلا استثناء إحنا بقى كلنا بلا أكيد مش هنفتكر أول خطواتنا لأ هنفتكر حاجة تانية أقرب يعني كلنا بلا استثناء لما جينا مثلا نجرب إن إحنا نشيل شنطة تقيلة أو نشيل حاجة تقيلة من على الأرض مش أنتوا بتاخدوا بالكو إنه دايما لما يبقى فيه حد بيشيل حاجة كده بتلاقوا حد يقولكو إيه ممكن يعني يقولك خلي بيالك أنت كده وضعك غلط في الشيل المفروض إنك تنزل على ركبك وإنت شايل وبعظمنا بيرتكب هذا الخطأ اللي هو إيه إنه لما يجي مثلا يشيل شنطة تقيلة أو يشيل كرتونة تقيلة أو يشيل حاجة تقيلة من على الأرض يقوم ينزل هو بجسمه كله ما ينزلش بركبه وأنا بقول إنه ده غلط عشان يقدر يشيل هذا الشيء سواء زي ما قلنا كان شنطة أو كرتونة أو ما شابه تمام لو لاحظته أو حد قالكو إن إحنا كلنا لما بنيجي نعمل الحركة دي رجلنا بتروح عاملة كده شايفين أنا عملت إزاي رجلنا بتعمل كده التقوص ده بيحدث نتيجة إن إحنا الجسم بيبقى عايز يحفظ توازنه عشان لما حدك تيجي تشيل بقى الحاجة التقيلة دي تبص تلاقي التقويسة دي أو التقوص ده يحفظ لك التوازن طيب هو إيه علاقة ده بالطفلة صاحب اللي هي اللي بنسأل عنها أو بالأطفال بشكل عام هقول لكم الطفل مش لازم إنه هو يشيل حاجة ولكن هو شايل جسمه ففي بداية مهارة الوقوف يعني لما الطفل بيبتدي يقف بيحدث ما يعرف بالتقوص الطبيعي يعني إيه التقوص الطبيعي هنا بقى يعني الطفل علشان يعرف يتوازن أو يعرف إنه هو يقوم الوقفة دي تلاقوا رجليه عملت كده شوي وعلشان كده هذا الوضع عرف أو عرف طبيا باسم التقوص الطبيعي طيب معنى كده إنه ما فيش تقوص تاني لا طبعا فيه تقوص مرضي لقدر الله ولكن الحكم بيكون بعد التقوص الطبيعي يعني إيه بعد التقوص الطبيعي هقول لكم زمان كانوا أهالينا الكبار ربنا يدي العمر للعايش ويزيدنا بركة منه أو يرحم اللي غادرونا يعني كانوا دايما لما يحصل حاجة زي كده طبص تلاقي مثلا الجدة أو الجد يقولك إيه ما تقلقش من التقوص ده هيفرد طول بعد كده سمعتوا الكلمة أنتو دي صح هيفرد طول يعني إيه هيفرد طول يعني الشخص اللي بيقول الجملة دي أصده إنه يقول لكم أو يطمنكم اللي هو مش طبيب إنه هذا التقوص سوف يقل شيئا فشيئا كلما زاد الطفل في الطول هو الحقيقة إنه مش بس زاد في الطول لا هو كلما زادت قدرته على إتقان المهارة اللي هي إيه مهارة الوقوف اللي هيتبعها بعد كده إيه مهارة المشي المشي اللي هو بيبتبدأ إنه يمشي وهو متسند على الحاجات يتسند هو مسك يعني يمسك مسكين إيده أو يتسند على كرسي أو يتسند على ترابيزة ها ثم إنه يمشي بدون مسندة أو بدون مساعدة تمام يبقى في عوامل هي اللي بتخلينا نحكم على هذا التقوص نمر واحد إن الطفل بدأ المهارة دي دلوقتي ولا بدئها من فترة يعني هي بتقف لوحدها بقالها فترة ولا لسه بتبدأ مهارة الوقوف وبالتالي إحنا هنا مش بناتكلم بس على الوقوف الوقوف والمشي مستندا والمشي نمر اثنين هل الطفل تغير طوله فعلا ولا لا يعني هو نمى شوية في الطول ولا لا تمام نمر ثلاثة هل كانت هناك ملاحظة طبية خاصة بهذا التقوص الله إيه بقى الملاحظة الطبية دي هقول لكم في سن سنة المفروض إن احنا بنعمل مراجعة طبية حتى لو الطفل كويس طبعا حتى لو الطفل كويس بنعمله تحليل كاملة بنعمله صورة دم وبنعمله تحليل وظائف كلا ووظائف كبد عشان نتطمن مش بنفول على ولادنا لا عشان يبقى عندنا فايل أو عندنا ريفرنس أو مرجع نقول الطفل لما كان عمره سنة كانت دي التحليل بتاعته لما هيبقى عنده سنتين إن شاء الله دي التحليل بتاعته فنقدر نلاحظ أي تغير سلبي لقدر الله أو إيجابي تمام فهل هناك يعني أو كان هناك ملاحظة طبية يعني وانت في زيارتك للطبيب أو أثناء التطعيم بتاع السنة مثلا حد من جهة طبية شاف بنتك وقالك هي رجلها مقوسة ولا دي ملاحظتك أنت الشخصية بس نصحتي أنا الشخصية بقى هو أنك تنتظري شوية لحين أن تتقن الطفلة مهارة الوقوف ثم مهارة المشي تمام وفي أقرب زيارة طبية تبتدي أو تسألي الطبيب تقولي له أنا عايز أقيم حالة التقوص عند بنتي قد إيه 99% أو يعني نسبة كبيرة جدا جدا هذا التقوص بيختفي من تلقاء نفسه الله هو أنت عندك أسباب أنك تقول كده يا دكتور محمد طبعا إيه هي بقى الأسباب أن مستوى التسنين رجعنا بقى الأول جزء في السؤال هايل وممتاز ده معناه إيه معناه أنه ما شاء الله ما شاء الله أو تبارك الله زي ما يعني الأم قالت أن هذه الأم مهتمية في تغذية طفلتها بالمستوى الغذائي الملائم والقيم الغني بالكالسيوم وفيتامين دال والطفلة دي بتتعرض للشمس كويس يعني إيه في أمارة كده أو في دلائل تقول لنا أن الطفلة دي ما شاء الله مستوى الكالسيوم بتاعها كويس خلاص كده فده معناه إيه معناه أن الطفلة دي سوف تكمل محطات تطورها الحركي بإذن الله تماما أو بامتياز تماما كما فعلت في عملية التسنين يبقى التقوز ده إن شاء الله يتصلح لوحده طيب فضل زي ما هو مثلا لمدة 3 شهور أو 4 شهور يجب هنا أن يكون هناك مراجعة طبية وأن نقيم مستوى التقوز هل هو في الرجلين للاثنين ولا في رجل واحدة ولا لا آخر معلومة أن التقوز اللي مقصود هنا في السؤال لو كان في الرجلين الاثنين ده مش مقلق المقلق أن يكون فيه أحد الطرفين يعني في الناحية اليمين أو الناحية الشمال هنستكمل أسئلتنا مع حضراتكم ابني عنده خمس سنوات وبيتبول على نفسه وخاصة أثناء النوم هو عنده خمس سنين حتى لو دخلته الحمام بعد ما ينام بساعة طيب هو الحقيقة أنه خمس سنين العمر ده من المفترض أنه يكون أطقن تماما مهارة التحكم الإرادي في التباول والتبرز المفروض أنا بقولي المفروض لأن العمر ده خلاص إحنا بنبدأ تعليم الأطفال هذه المهارة من بعد نهاية العام التاني خلاص يعني لما يتم سنتين نبتدي نعلمهم وإحنا قلنا في حلقات سابقة أن هذه المهارة بتستغرق حوالي ثلاث شهور ده في الحد السريع جدا أو ممكن تستغرق ست شهور وقلنا أن طول السنة الثالثة دي ما بنديش للطفل الشهادة بتاعة التخرج أو شهادة النجاح لأنه بيكون معرض لأنه ممكن يحصل بعض السقطات أو بعض الحوادث أن الطفل يعني يفقد التحكم أو ما إلى ذلك وقلنا ده في ظروف معينة أن الطفل قدر الله عيان تغيير مكان النوم أن فيه سترس بيتعرض له الطفل والسترس طبعا بتاعة الطفل غيرنا يعني السترس ده ممكن يكون أنه هو ابتدى يروح حضانة مثلا أو أن أنتو غيرتوله سريره مثلا يعني تمام طيب إنما خمس سنين لا خمس سنين لابد بقى من مراجعة طبية ليه لأنه مفترض أن الطفل ده اتعلم خلاص تمام وأنا الحقيقة مش عارف هنا من السؤال يعني هل هو كان متحكما ثم فقد التحكم خلاص في هذا العمر ولا هو من ساعة ما بدأنا تعليمه لغاية دلوقتي اللي هو بقى عنده خمس سنين لسه مش متحكم أغلب الظن والحقيقة أن أنا بقول أغلب الظن أنا يعني بقول ظن مش بقول تأكيد النصيغة السؤال بتقول أنه لم يتحكم يعني لم يتحكم لغاية هذا العمر يعني اللي هو نقدر نصيغ السؤال ونقول إيه ابني عنده خمس سنين والغاية دلوقتي بيعمل يتبول على نفسه وخاصة أثناء النوم ده اعتقادي أنا بقول اللي أنا شايفه تمام طيب هوا في أسباب تخلي الحكاية دي تحصل طبعا في أسباب في أسباب مرضية وفي أسباب غير مرضية الأسباب الغير مرضية أن الطفل يكون بيكسل بيكسل يقوم يعني الطفل بقى مش عايز يقوم يعني تمام الأسباب الغير مرضية أن الطفل في مرات سابقة حاول تنبهنا يعني نده علينا أو طلب المساعدة أو كده وإحنا لم نستجيب له فالطفل خزن في عقله الباطن أنه محدش بيرد علي أو محدش بيهتم فأعمل على روح عقله بيقوله كده دي الأسباب الغير مرضية وطبعا من الأسباب الغير مرضية أن يكون الطفل ما تعلمش أصلا بس هو أنا بقولكو أن الفترة العمرية دي أو المرحلة العمرية دي لا المفروض أن يكون خلاص تعلم خمس سنين طب أعمل إيه الأسباب المرضية لا لا أسباب المرضية كتير بقى كتير قوي منها مثلا يعني إحنا في حالة زي كده أنا أقول لصحبة السؤال مبدئيا مبدئيا لابد من إجراء تحليل بول وتحليل براز وبمناسبة تحليل البراز تحليل البراز أغلب الناس بيعملوه غلط أغلب الناس بيعملوه غلط ليه؟ لأنه مزعج تحليل البراز الصح لازم يتعامل مرتين إلى ثلاث مرات في نفس الأسبوع كلنا بلا استثناء كبار وصغيرين لما بنعمل تحليل براز لما بيطلب يعني بيبقى التحليل ده ده متقيل قوي على قلبنا الحقيقة وده متقيل على فكرة على المعامل كمان يعني بالمناسبة خلاص وبيعملوه مرة واحدة عشان كده معظم النتائج يعني فيه انت وحظك بقى ليه؟ لأن هناك بعض أنواع التفايليات والأميبة وما شابه ما بتظهرش في التحليل من أول مرة فعشان نقول إن التحليل ده تمام ما فيهوش حاجة لازم نشوف على الأقل تحليلين بره تلاتة تلاتة في نفس الأسبوع يعني بتعمل زي ما بيقولوا every other day يعني يوم في يوم ما فيش يعني يعمل تلاتة تحليل نحطهم كده جنب بعض ونقول لا التحليل ده تمام لأنه وارد جدا ده مش غلطة معامل على فكرة وارد جدا نلاقي التحليل أولاني ما فيهوش حاجة التحليل الثاني فيه حاجة أو التحليل الثالث فيه حاجة في مصر بقول بالاش تلات مرات بس على الأقل مرتين يفصل بينهم تلاتة أيام على الأقل ده تحليل البراز في أحد أنواع الديدان اسمها الديدان الدبوسية في حال وجودها خلاص قد تؤدي إلى فقدان التحكم في أنه الطفل يتبول على نفسه يعني أن الطفل يتبول على نفسه في حالة وجود الديدان دي عشان كده بنعمل تحليل البراز تحليل البول بنعمله برضه لمعرفة إذا كان هناك أنواع محددة زي ده من الأملاح في البول هي الأملاح تعمل فقدان تحكم آه لما تبقى كتيرة ولما تبقى كريستاليز زي ما بيقولوا يعني أنه ممكن هذه الأملاح تكون اتكومت على نفسها كده وبقت حاجة زي الرمل فقدت إلى فقدان التحكم في أمرات تانية طبعا في أمرات تانية بس احنا بنقول بشكل مبدأ يعني في حاجة اسمها أوتوماتيك بلادر المثانة الأوتوماتيكية يعني هي لما بتملأ بتفضي على طول في حاجات تانية يعني في أمرات تانية علشان كده بنقول إيه هنبدأ بالتحليلين دول تمام اللي هو تحليل بول وتحليل بوراس لو طلع فيهم حاجة بنعالج طيب ما طلعش فيهم حاجة بنسكت لا بنعمل حاجة اسمها يورو دايناميك ستادي أو دراسة ديناميكية التبول دراسة ديناميكية التبول دي بتبين لنا بقى وضع الجهاز البولي عند الطفل ده طلع في حاجة بنعالج طيب ما طلعش في حاجة نلجأ إلى التخصص الآخر وهو تخصص طب نفس الأطفال لأن هنا بيكون سبب المشكلة سبب نفسي وليس عضوي خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله نلتقي بيكم الأسبوع القادم بإذن الله أنا هكون معاكم إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله وحلقة جديدة من يحكى أنه سلام عليكم